السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني قبل ما نبدأوا فيديو تاناته نهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا لرسولي عليه أفضل الصلوات وما تنسوش تابوني في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وصفتي أيضا ما تنسوش الكثير من اللي جامل هذلا فيديو وتبرتجوها محببكم باش توصل أكبر عدد من المتابعين اليوم إن شاء الله راح نشاركي معاكم فيديو جديدة دخلت العشية للدار قلت لي الوالدة هي صلاح بني واش نديره اللي عشاء قلت له واش كان في الكوزينة قلت لي روح شوف ودبر راسك لقيت فيها حبيبة تاع الجريوات لقيت أيضا حبيبة تاع البطاطا حبيبة تاع بصلا شوية تاعلي شامبينيون اياه لقيت شوية حليب شوية فرماج قلت اليوم راح نخلطها وندير قراتها المهم نخرجوا يكون بنين صراحة جامل أروع ما يكون ورفقته مع كسرة الخصاص أنا الكسرة هذي ديما نحضرها كما تقول الوالدة تاع شيري بيري طاب شغيري تعليه ليه والله غادوا لنثلة ديما تقوله وكما قلت لكم الشكل تاحها حتى ما هوش مصوي بيان بس صح المهم الأهم أنه الكسرة هذي مبسة وتجي ذوب في الفم يعني تجي كما لقاطوا تجي مقرمشا إن هذا ما وصفتنا لنهار اليوم يعني فقط كأفكار هذك القراتن تقدروا تضيفوا فيه واش تحبوا وتنقصوا واش تحبوا واش كان عندكم في الثلاجة أول حاجة تحضر أول حاجة تحبتنا لقلوب شوية ملح شوية فلفل كحل بعد ما قطعتهم نخلطهم بيا ونحطهم في المقلاة وفي الزيت يطيبوني ونقطرهم من هذه الزيت ونحطهم على بابي أبصوربون المهم بالنسبة للناس اللي يحبوا الجلوبات تحوم تكون صحية تقدروا تدلوها في الفور على بابي كويسون دولها شوية ملح شوية فلفل كحل وشوية زيت وتخليوها طيب ومن جهة أخرى أيضا جبت حوالي ربح باتنة الباطاطا كما قلتكم أنا ما كانش عندي بزاف مكونات ربح باتنة الباطاطا قطعتهم شرائح بلا ما ندلهم الملح نجيبوا مقلا ندلو فيها شوية زيت نخليوها تسخن بيا ونحطوا الباطاطا تعنا حتى نشوفوها طابت تاخذ لون محمر وعندي أيضا ثلثة قرون تعفل في الحار حالتهم حالة تكمشوا راحوا فيها أي دلكم شوية ملح وحطيتهم مثل قولي هذيك الحرارة والبنة في هذيك الباطاطا ومن جهة أخرى كما قلتكم أيضا عندي شوية تعلق الفطر دلقوا شوية ثوم شوية معدنوس من الأحسن أنكم دلو شوية زبدة ملح في الفلكحل ورح نقليوه شما كان لا هي يخسرنا ولا نرميوه وش لقيتو في الثلاجة وبعد ما نحيت هذك الشامبينيون في نفس المقلادة دلت شوية زيت عندي أيضا حببس القطعتها ماربعات صغيرة مع زوز سنة نتاع الثوم وعندي نص صدر دجاج قطعته أيضا موربعات صغيرة كما ممكن ترحيوه درت له شوية معدنوس شوية ملح شوية في الفلكحل وتوابل تعد دجاج ما تكثروش بزاف توابل ما تكثروش بزاف الملح باش ما يجيش القراطا نتاعكم ملح ورح نخليو هذك الجيش تعيطيب مع ذيك البصلة حتى نياخذ لون محمر ما يهمش أنه يولي ناشف ما يهمش نحيوه على النار ونبدروح نجدو الصوص بيش عمل عندي ملعقات على مارغارين وزوج ملعقتها نشا أنا درت النشا كما ممكن تماديروه الفارينة بالنسبة للناس لسان غلوتان ولا عندهم حساسية الغلوتين ما ديروش الفارينة ديروه نشا ورح تكون نفس النتيجة ونضيفوه نصف إطرات حليب عندي أيضا كمية من فرماج رابينا دائما استعمل فرماج تارتيليس في الوصفة التاعي سيكون في البيدون ولا فرماج رابي سيرتوه في البيتزاي ذوب ما شاء الله تقدروا حتى تتحشيو به الليس وفلي من أروع ما يكون وراح نزيد نضيفوه ثلاث ملعقات كبار تاع فرماج تارتيليس هذا الوصف وفرماج للبيدون والخضر هذا من أروع ما يكون بزاف منين تلقاهوه في المحلات تلقاهوه في المحلات تلقاهوه في سوبيرات في غرون سورفاس راهو يتباع بكثرة نضيفو شوية ملح وشوية فلفل الكحل وكيما قلت لكم ما تكثروش الملح بالزاف لأنه راني كل حاجة درت فيها الملح نضيفوه بشوية باش القراتان تاعي ما يجينيش ملح اتونسيو ونقعدوه نحر كله هنا بالفوي حتى يولي القوام ليس ويولي ثقي ما تخليوهاش تتقال بزاف ثم نضيفوه اقالب زجاج اللي راح نطيبوو في القراتان تاعنا نضيفو طبقة من هذه الكلاب преступان البطاطات عندما طبط طبقة لها ملح خزوجي تابل خزوجي ملح بقى طاوبة تاع البطاطات ايضا ما تكثروش راح نضيفو طبقة بيو ملح مثل بشم tatان اقاري البطاطات بين Jews وهذا البيوش عمال تجي من اروع ما يكون لازم ديرو فيها الفرماج دير طبقة ايضا من البيوش عمال وطبقة من هذيك الجريوات زيت اغطيت هذيك البيوش عمال كامل بهذيك الجريوات وزيت حطيت ايضا هذوك الشامبينيو مع المعدنوس والثوم رح يزيد يعطيكم بنا اللقراتين تعكم وزيدوا نحطوا هذك الجاج كما قلتكم انه كان عندي نص دردجاج صغير ما كاش حتى نص دردجاج اقل حوالي نص تع نص دردجاج قطعتو وداويتو ملح فلفل كحال كما قلتكم وتوبلتاع الدجاج فقط ما تكثروش بزاف باش ميروح لكمش القو وفي الاخير اللي هناك كما كنتش نزيدوا ندروا كمية ملا بيوش عمال واذا شتول بيوش عمال تعكم يعني ثقالت زيدوا ودروا لها شوية على الحليب حطوها على النار وخليوها سائلة ما تخليوها تختار بزاف نزيدوا ندروا طبقة اخرى من الباطاطا ربا حبتي يكفيوكم ونزيدوا في الاخير ننفرغوا هذيك اللصوش بيش عمالي بقتنا كما قلت لكم ودروا لقراتان بحجم عائلي تعشينا به وتغدينا به هذا البارح درتو تعشينا به وزنا تغدينا به اليوم وما زال بقت كمية منه يعني ما شاء الله كانت فيه البركة وفي الاخير ندروا فرماج ربي دائما نقولكم انا يستعمل هذا تارتيليس بس تشفوا على لومبلاج تارتيليس هذا الخضر من اروع ما يكون سرتوه في البيتزا يذوب هايل راح نفوتو للقراتان تاعنا للفور انا دائما نشعل الفرماج من فوق هاد لاستويس بش يذوب هذك الفرماج تقراتينا ومبعد نعود رجع القراتان من تحته بش يطيب لي حوالي عشرين دقيقة فقط ما تكثروا ليش بززاف لانه كل شراء طايب ولا هنا كان نصيحة فقط كي جبدوا البلاتعكم الفور يعني موش في ذاك الدقيقة هو سخون تقطعوا لانه راح تلقوهم غنجق اذا بغيتوه طرف وحدها سينو اذا تحبو تاكله سخون ويكون مخلط ما يهمش سينو خليوه يبرد شوية يحكم روحو هذك الفرماج ايضا يحكم روحو هذك لاصوس تحكم روحها هذك الساعة تقطعوه وشوفو كفاش يجي مفرمج والتعليكة من اروع ما يكون جاب بزاف بنين ما تكثروش بزاف برك التوابل باش ميروح لكمش الطعم تاع هذ في السبف القرارة نرحو لكم الوصفة الثانية انتع الكسرى عندي هنا سبعة لكيلات ہذ Makins theres emm Zak le vdi g ملعقة صغيرة انتع ملح ملح ملعقة صغيرة انتع السكر وملعقة صغيرة متبرو Tak balls انتع الخميرة كيميائية عندي ايضا شوية تاع للسينوج وججلانية عند كول كيلة دركت каждый ه Level 1ق coyهة كبيرة تعفالينا ونصف كاس انتع الزيت سنجد الجلانية واش تحبوه سرتول الجلانية في الكسرات على الخساس تعطيكم واحد القوة على القاطو من أروع ما يكون راح نخلط هذه المكونات ونجيبوه لهنا الماء بارد عادي يعني موش بارد من الثلاجة ملحة نفية ما يكونش دافي ما يهمش انه يكون دافي ونضيفوه بالتدريج حتى اللمو العجين لهنا العجين تعاكم حاولوه ما تدروش طريب الزف وما تدروش يبس بزف لانه كانت كثروا للماء بزف راح يجيكم الكسرة مجيش مبسة راح يجيكم كيل كوتشو فقط تلموها ايضا ما تعجنوهاش كسرة الخساس راح يمتعجنش فقط تلم هذو ديزاستويس باش تجيكم كيل قاطو ويجيكم كيل صابري نغطيها حوالي عشر دقائق فقط ومبعد نروحو نفتحو العجين حاولو تغطيوها بكيس بلاستيكي باش ما تنشفلكمش اللي هنا أنا شفتلي شوية لانه خليتها بزف المهم ومبعد راح نفتحوها لشكل دائري طريقة جد سهلة حاولوا تعدلوها على الجوانب باش ما تجيكم مش رشفة ولكن أنا الأهم عندي أنه الكسرة سلطوي إذا درناها راح نتعافيت فيه ولا الأهم أنه تكون بنينة تكون مبسة ومقرمشة ويجيكي لقاطو هذا كوالأهم سينو الشكل إذا جاوكم مضيف ولا كان عندك وقت بغيتي تخدميها بالطبع هذيك حاجة أخرى لانه بعد ما طيبت الكسرة تعيش وبك فجاجة حمرة وننصحكم أيضا طيبوها في مقلة تكون ثقيلة ولا طاجين يكون ثقيلة حديد أحسن من طاجين هذك تعال لا تعطين تعزبان أنا أحبها اللي أنا أطيبها فتعال الحديد تجي من أروع ما يكون وهذه هي كسرتنا وكما كنت شوفوا شكلها جي شهي ما بقالي نقول لكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش تبرتجي وليه فيديو مع الأصدقاء والأحباب ما تنسوش تخليوا لي أراكم في التعليقات أي وصفة بغيتوها نحضرها معاكم في الأيام القادمة إن شاء الله خليوها لي في التعليقات ما قالي نقول لكم تالوا في روحكم شهيدكم بالصحة والسلام عليكم